ساعات حاسمة قدام إمانويل ماكرون ليسمي رئيس جديد للحكومة بفرنسا بكرس من خلاله انقلابه على نتائج الانتخابات التشريعية شو جديد ماكرون؟ بعد استبعاده اسم ورشحة جبهة اليسار لوسي كاستي طرح ماكرون اسم جديد للاختبار السياسي هو تاري بودة مين؟ صح اسم مش كتير معروف هو رئيس المجلس الاقتصاد الاجتماعي البيئي تالت أهم هيئة دستورية بفرنسا كاب ماكرون اسم تاري بودة بركي بيورد جبهة اليسار لأنو مواقف بودة أقرب اليسار فعلا بيعارض بودة قانون الهجرة الماكروني بيدعم حوق المسليين والإجهاد والموت الرحيم وواجه وصول تجمع الوطن اليمين المتطرف للسلطة بودة متل ما بدو ماكرون هو شخص بيأمن بالحوار والوسطية بس هيد السفات ما بدخلي بودة كون ممثل اليسار أو حامل المشروعه هو بالحقيقة ممثل ضعيف للمجتمع المدني ورحي تحكم ماكرون بخياراته حتى انو رحي عين ماكرون بنافسه السكرتير الخاص برئيس الحكومي بس هيد السفات ما بدخلي بودة يكون ممثل اليسار أو حامل المشروعه لكن هذا ليس الوضع الوضع هو أنه يوجد ممثل برئيس الحكومي بودة ما عندو تجيب سيئسية ولا عندو علاقات سيئسية وكمان منو منتخب من الشعب ولا بتدعموا الأحزاب اليسارية المنتخبة تيري بودة اسم الأرنب المكروني الجديد يلي ممكن يتسمى رئيس حكومي ورحي واجه حجب السقة من جابهة اليسار أو حتى يمكن من اليمين المتطرف ترجمة نانسي قنقر